السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اهلا وسهلا تعرفون ما نسيتكم ولكن الفيديو ممكن رديت سويته 15 مرة ما عرف صراحة ما عرف كم مرة يعني سويت مطاره هني ومسحته معي يا ابني معني مسوي خطاره هني وسكه وكل شيء بس ما يازري رديت شو سويت عدت المطار هذا بعدين عدت هذا بعدين ضربتني كارثة كل شيء عندي يعني ويد اشياء عندي مكسرة ولازم امشي على الشوارع وعدلهم شارع شارع بالطريقة هاي يعني انتو متخيلين وهذا عدلت انا خمسين الف شارع على الحين وبعدها الشوارع على نفس الحال ومريق وتعبان وما لي خلق بس ابا اسوي شيء يعني صراحة فاذا صوتي تعبان ما عليه عشان صوتي تعبان بنحاول نقلل السوار فاغني فبالطريقة هاي هي محاولة اصلاح المدينة طبعا المدينة كاملا ضربت وما صورت الشيء تميت اصلح فيها لكن بشكل عام عادي الامور طيبة الشكل الاخير هو مطار هذا اللي وصل له حطيت كارغو ايربلين هنا وحطيت المطار الرئيسي هنا مديت شارع جانبي ومديت شارع داخلي وسويت شوارع حكم لكن المطار مش خالص امية في الامية في اشياء ما ضفناها لاونشز حركات اشياء الشارع يتغير طبعا استوى يدخل من التجاه ويطلع من التجاه مختلف والكارغو يدخل على الدوار سيدة لكن اللي ابو اسوي ادخل شارع زائد قطار يعني ابو ادخل سكت قطار هنا مكان ما غصب عرفتوا الحين سكت القطار عشان ادخل مكان قطار هنا في الكارغو خلنا نشل الفين سمواله بخلص مشروع المطار وياكم لانه كان المشروع وايد طويل بشكل مرعب ما اعرف اشرح لكم انا بالضبط وش كثر سويت ولكن اه اتصور اذا اتصور المطار مفروض يركبل حين اياها شو اوكي نزين ايربورت ترين ستيشن طبعا هناك بحطي الشبك وعلى اساس انه ما ما يدخل فيه نزين الحين هذا الشي لازم يحتوي شغلتين الشارع طالع من هني الى الخارج على هايوي يرجع لهذا الشارع نبقى نسوي خلنا نقول كيف شرح لكم يعني دخل على هايوي نوعا ما يديده بس هني وهالهايوي تغييره راح يكون معنا اساسا ولكن اذا اينا لهني ازين ودخلنا اللي هو ترين ستيشن لايش لان لو دخلت من هنا طريق سكة قطار يمكن اخرب اه يمكن احطي هنا مدينة صغيرة لان عندي ريزورتس ومشتجعاته واشتريت فما باخربها فبطلع القطار من وين من هنا والقطار الحين استوى موصول بخط دولي على فكرة هذا الخط الدولي هي بالقطارات من الخارج وللداخل فبنشتغل في الاستيراد والتصدير شوية فاذا ندخل شوية القطارات نمدلنا لاين وبدل الشرح للنظري هذا كله اللي يذكرني في استاذ الرياضيات مع الجامعة خلنا نشوف مشكلة يا اخي تعرفون شو انا ما ابا اا لان اذا سويت بالطريقة هاي حلو وسويت بالطريقة هاي سويت بالطريقة هاي ما عرف هل راح يضبط ولا ما احس جزء مني يقول ما بيضبط من زين و جزء مني يقول شو بيضبط عادي لان نشوفو الشارع هني مش تاكل زود خلوه الحين بس ما توصلوا الخط الدولي وبنشل القطار وبنخليه عالية بخليه عالي لانه بيخطف من فوق المطار عنا هني فما راح انجله فعليا خلي من وراه يمر وابا يمر من الوسط هني انا حاط شوي شير لكن بنشلهم صبر وابا يدخل من هني لين مستحيل صح ومش مستحيل اذا اسوي حركة الموف التول الطريقة هاي استي ممكن عرفتو حركاتي يعني شوي لازم لازم شوي مني مني كلها سيدة ولا شغلة العادي هذا ما ينفع نزين 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 الحين يمكن نحتاج نسوي نفس الحركة مرة ثانية بالطريقة هاي وبس نوصلهم مع بعض اظن لي مفروض يشتوي لا نسوي الطريقة هاي هذا لو نحركه شوية هني واقدر امسح هذا لحظة اني بالموف التول نحرك هذا في الوسط شوي بعيد عن الشارع اخلي سيدا قدر الامكان ونمر من هني هذا ايوه وشو نسوي النزلة هني بنزلتك كوحدة وبخلي شو هذا لازم شو الله مو على المطافي الهليكوبتر بحطي هني ما علي ممكن يبالي تغييرات شوية خفيفة فعادي نزل هذا نزل طريقة هاي وهذا بالطريقة هاي النصر فوق نزل وهذا اه لا شوية قصرة بيستوي اوكي بالطريقة هاي نزيل يا الله يا كريم نزيل بس الفكرة انه الحين قطار انا ما باي بيين ان اه مش مسوي مع بعض فاشو بسوي خلوني اي بفرشاتي الصغيرة ونحطي في الوسط تراب عسى بيبين شوية ان الشارع تطالع مع بعضها طريقة هاي وصلنا المطار نفسه بسكة قطار اا بدولية ترا وتمر من فوق الشارع وترد تنزل طبيعي بس يبالها شوية موفت من هنا موف التول بالطريقة هاي الحين استوي عنا قطار قلت لكم فيه بلالية بيستوي في السلسلة صح هاي الحين صدقتوني طريقة هاي نحظة الصبر هذا شو مشكلته نحاول نضطف الجو شوي يعني نشكون شكله شوي منطقي اكتر نفس الحركة طبعا هذا النبل موف التول ونحركه اهني الحين السؤال الصعب هل هذا راح يضبط ولا لأ distance to short اذا شو نسوي نسوي شي ورده وراء نسوي سبتي هذا هوب فولي بالضبط شوفوا وهذا استوى طبيعي جدا طبعا كان عنا خط مشا خلنا ننزله في الارض بدل ما كان هناك بنحطي خط مشا مثلا من هناك من هناك اوكي هذه معذرة ثانية بس ممكن حالها بعد نقدر ابدأ احطي شوارع بطريقه هاي شوي بستعمل موف التول ولكن المطار خاطف منه شوارع خاطف منه اقطارات ونقدر نحمل فيه كارغو بكل اريحية فعليا ومطار اكتف اكتف بمعنى كلمة اكتف شغال يطلع فلوس لكن ما يكفينا ليش لازم يكون شكله حلوي يعني المطار فيه فاسيليتيز انا هاي كانت مشكلتي كان المطار الاولي بيض الحينه نسبيا جيد قابل للتعديل ولكن يتشاهد انا ممكن اشوف المطار وما احس بالاستياء بيسيكلي انزل اول شي كان فيه خزانات بترول ما ينسار نحا شوف ايرلين اتش كيو حلو الاتش كيو الحين ايزيلي اقدر احطيه اه مكان نفس هذا في الجدام الميوزيوم واللي هو نوعا ما منطقي وهذا نسويه بالطريقة هاي ممدود بطل جاوية حلوة وهذا مندود بطل جاوية نفس الشيء وخلنا نشوف اللي نقدر مدة بخطوط مشات ثانية الطريقة هاي معنا راح يستويه عندنا المكان اجمل واجمل والحين بناخده شوية تعديلات شكلية للمكان خلا نزيد هذي بوشوس ممكن نحطي بينهم شير ولكن احبه اوكي ممكن نحطي هاي الحلوين طريقة هاي اتش كيو يكون مميز مميز اش كيو طيران موس ما دي مدربين عالق ما قاعد يتحرك اه صديقي الموس تتوقعون موس اخترب في نص الحلقات الحين هنا شو بيكون احساسي انتو خبروني لان اذا الموس حاليا اخترب لا حول ولا خوة اوكي الحمد لله ايوه ايوه نزيد نحطي هني شوي شير نشفر الموس لكن ما عليه سليميت نحطي هني بعض شوي شير حول الاتش كيو خلي يكون شوي منطقة اه مميزة خلنا نعبي الفراغات اللي هني هذا من ناحية استقبال المطار طبعا هذا كله بنبدأ الحين نشتغل عليه هالحلقة بتكون زينة المطار لما حبيت احشركم فيه تعرفونش يعني اه عيد اللي سويت اذاك يعني عادي ثلاث ساعات هنا قاعدة فما يحتاي انزيل ايربوس ما نبقى الحين بارك كارغو ايربلين هاي لزينة انزيل وانا عنا مطار كارغو هني خلي نشوف ايوه احجم هني ناسب والله كلهن اوكي كلهن اوكي كلهن اوكي ممكن هاي واحدة هني هالنوع واحدة هني من هاذ النوع ونقدر نوقف هني طائرات مختلفة باركا اللي هني بيكون طائرات مدنية مش اه باركا هاذا سمول سمول ما نبا سمول ما نبا نبا لارج نعسبي بينه من كيلو لارج باركا ايربلين بوقف هني مجموعة طائرات لانه منطقي جدا يدام مدرج يدام ممر خدمات يعني فش بتوقف هني غير طائرات انت قول ليه طبعا نبا ممشى خدمات في الوسط على اساس انه بيسمو خدمات بس اوكي خدمات عبارة عن الكونكريت ما بيبين فبحط يمكن ديرت مزين بأساس انه يبين انه في شغل الصيانة ياسيستوي على الماشي يعني في مكان الناس تمشي الطريقة هاي الطريقة هاي هذي بنحطي فيها انارات يمكن عقب هني بعد ممكن يسوي شكل للمطار عندنا اشياء زينة ثانية هاي طبعا كلها يرفع ريتنج المطار لكن ما بستعملها عشوائي صراحة قاعد حاول استعملها بشكل جميل يزين المكان هنزين شارع الخدمات اللي هني ممكن يحتوي على اكثر من تانكي بترول لانه هني منطقي يكون في تانكي بترول حق الطائرات شوفوه وماكن جيدة لتانكي البترول بس شو المشكلة الحين هالشارع هالشارع مش من يفلم يسيدة فشو محتاجين سوي شوي نضبط بالطريقة هاي بيسوي مضبط هذا حبه هني هذا حبه هني أحبه هذة شوارع الطائرات يكون قدر المكان سيدة جيد الشكل الهندسي موانا جيد صراحة نزيل الحين عساس أحدد الشكل هذا بزيد من الممرات الداخلية اللي هني مثلا بطريقة بس أباه يكون في فراغات خضرة أنا أنا بنجبر في الفراغات الخضرة صراحة كلمة حق ولكن بستعملها دام اني بنجبر فيها وبنجبر بستعملها إلى زينة المكان ليش أخلي شكلها تروح لأنه أنا روم أغطي عليها في النهاية يعني أحطي مو بالتول أغطي عليها بالطريقة هاي ولكن ممكن نستعملها لأشياء جمالية أكثر مثلا نخلي فيها فراغات زراعية على قولته نحطي هذا هني ونحطي لنا هذا هني هذا يعطيك الأحساس وأنه في حد يمشي في حد يسيبس هنا في حد لأنه هنا باركنات نتكلم يعني بالطريقة هاي شوفوا مثلا هذا يعطي شكل شوي بس مشكل مكان بحطي شكل للمطار الحين هاي البعد عطوا شكل طيب المطار بس استوعنا أشياء ثانية لازم نحطيها مثل أبراج لونش يسمونه تقريبا فهي أشياء أبعد لازم نشتغل عليها فعليا وين الأبراج كانت كان عندي برجون أكثر من برجون أظني مو عندي فلوس حق الأبراج نزيل ما أظني بيركبه هني صراحة لأنه أني بتارس المكان بسيكري يعني شمال هذا لا طبعا أيوة هذا 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 ما هذا ما أدري بينا بس أظني عندي أزمة اقتصادية شوي أنزل أنزل الحين هذا المطار يستمي من ألف زينته أيرلاين نستعمل خمسين التذكرة قاعدين نطلع فلوس الكارغو شغال لسبب من الأسباب يقول عنده مشكلة شرطة ممكن نستعين مركز شرطة صغير هنا بس يخدم المنطقة هاي بما أنه دخل مالنا عالي أساس يفكنا من المشاكل هنا أوكي الحين أما بالنسبة للمطار شوفوا الحين كشكل هو قاعدين ضبطه هنا كان فيه عفون سوريا هذا الوضع التعبان عندي اليوم نزل هنا شو كان فيه كان فيه ودينا وصلات حق الطيار نفسه وأنا لغيت المطار كامل تمت الوصلات واي الآخرد بس الفكرة الحينة أنا لازم أرفع المطار أكثر عن طريقه براجء شياء حطيها يمكن عنده واحده من في الوسط استوي. اه ما با سوي له مكان في الوسط لا. خلوها هني. نطقية اكثر. حلو اني سويت المكان كونكريت. بس يبالي لحظة الوين. هني نزلت شوي برشز. صراحة. انه بدون فراشي الارضيات ما تمشي هني في ستي سكايلان. بالنسبة لي انا على الاقل يعني. فيها ماكن لازم تكون كونكريت بينها اللي عليها الدائرات كامل. والله هني كنت افكر اسويها كامل كونكريت بس قلت اخر شي لا يمكن يأثر على الشكل نفس هذا لانه توحد تقريبا. فما حبيت اسويه نفس الشي كامل. نزل. احني بعد عندهم مشكلة قمامة يا اخي القمامة هذي. ازمة عالمية مع انها عندهم مهنية. يعني مش شي هيا. شوف القطار شغال. بكل ما يعني يعني كلمة عن قولتهم. قطار قطارين شغالين فعليا. مش قطار واحد. قطارين اتا تايم يقدرون يشتغلون. واللي هو فوق الممتاز. نزين. حاليا. شو كنا نسوي نحنا في المطار? كنا نخبص شي صح. لا كنت اقول بنحطي اه ابقى احطي عماير على وحدة من الاماكن اللي هني. ليش? انا مثلا هالمنطقة كامل عماير بس كان زينة تحلوة افكر المنطقة مش سيئة. ابقى احط في الوسط هني عماير تجارية تغنينا عن الصناعة شوي. بما ان في مترو في اشياء. ونقدر نحطي اه الشارع. هذا ما ينفع تصور. بيكون ازمة اذا حطيت في مترو. ممكن نحطي شركات عند العلاجات الطبيعية لكبار السن والاطفال. نزين? هذا بينزل شوي الحاجة الصناعية مالنا. نحن محتاجين نزلها صراحتنا. وانا بنسوي زحمة صناعية فوق اللي موجودة اصلا لانه. اذا نهني على زحمة سيارات الشارع احني مواقف ترا. وانا حاليا بالع الموضوع ساكت. مش عايز بالني يعني صراحة. تبون صدقي يعني مش عايز بالني الوضع يعني. بس حاليا انا مخلنهم كلهم دواوير ممكن شوي فكرة سيئة. بنتت الكوارث على فكرة الكوارث هل لك هتنا. هنزين? فبالتالي الحين بنبدأ في زينة. الحين زينة في اشياء ثانية بسيطة نحن نسويها في المنطقة. هنزين? هايتعتبر حديقة بس فعليا مش حديقة. فنبن حطي حديقة صغيرونا. صار حديقة في العالم وينها? هاول واحدة فيهم صغار على مو اذكر. في صغار بس مش بما فيه الكفاية يعني. تعرفون? ممكن نسوي هني نفس الحديقة. عسى بتبين انها امتداد لنفس المشروع. خلنا اشوف. ابدا ما تبينها لنفس المشروع. بيض. فكرة لم تأتي بثمارها. على فكرة انا نزلت ريزورتس لكن ريزورتس اا ما ادري ممكن ما اشتغل على هذا. منزلي لهاي اشياء. انزين? طبعا ما منزللهم مودات هايل. شوفو مش مودات هايل. انزين? الريزورتس ما ادري ممكن ما طاعت على هاي شو اووو وخطوط مشها في اشياء يديدة انا ما شفتها وات وات ايس كرين بلازا شو هدا اه اتمعها وات في عنا اشياء ما ادري عنها شو هذا آيس كريم بلازا يغطي صوبين من الشارع فنون ماذا نشو الثاني انا وين راقد ما يستوي جلبة نفس الشي ما يجلب الصوب الثاني يروح اكثر بس تشوفون اللي اشوفه في اشياء خطيرة دانتل عنها انا ما ادري عنها يا جماعة انا وين راقد اسميل قترو في بلازا خلنا نشوفها شو ماذا ماذا يا جماعة ماذا هذا آيس كريم بروحة اكلم سوايتي يعني اشياء رائعة جدا انا ما ادري ولا ادري شو السالفة هذا شي خطير هذا شي يغير احتماليات اللعبة كامل شو هالبات اللي انا ما دورت فيه زين شو هالبات اللي زادوا اشياء وهم على وشك نزلون جزء ثاني هالبات اللي زادوا اشياء هالبات اللي زادوا اشياء ومنزلين بلاوي شكله وانا ما ادري يا الله اوه وانا رقات ما اعرف السالفة على عيني على عيني يا حبيبي خلني لحطي هاذا هلي بلادي مارك هاذا مزيل هاذا الاشياء ولا هاذي الاشياء انصح التعبير يعني ما عرف شو اقولكم كيف انا ما شفتن بس البارك بلازا ما احس اشتغل عندي ما اعرف ليش ولا انا ما شفته اه بس في اشياء في اشياء في اللعبة في وايد اشياء انا ما ادري عنها ولا سويت لها حساب في المكان هني بس حاسب اشياء معينة اه يا اتماعة الخير لا تدرون اشي عورني الاخره 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 اثراكتفنس سكور باسنجر كاونت ثمنطعش الف الى خمستهلاف اوكي انا عندي زحمة في المطار واظني الخطوط اللي عندي مش موفية الزحمة اساسا والحين الصعب اني امتد في المطار الى مكان اخر ممكن نمتد الى مثلا مكان فرضي نفس هذا بس فرضي وشكليا ما رح يشتوي لان المكان صغير الا اذا عصرنا عصره شوي خايسة وما احس بيطلع المكان حلو محشور خلتي كان احس ان المكان نظيف شكليا صراحة ما عندي مشكلة في المكان انزين ما عادة سالفة اني انا راقد ولا ادري شو مستويه في اللعبة وطلع مستويه بلاوي خلوه تدرون بس الحينة خططي شوي تغيرت لسلسلة يمكن منزين يا حلوين الحينة في عندنا هنقرات نحن الهنقرات بعد تزيد اتراكت بنسبة مفروض ثمانين منزين الهنقرات ما بيكون هنا هنقرات كلهم شوارع خدمة حلو شوارع الخدمة مسموح لها دائما نكون فيها اشياء خدمية باختصار الموضوع منزين والهنقرات هاي اشياء خدمية اشياء حق مطارات يعني فوق انها تزيد الاتراكت بنسبة مثلا هذا افرض انه يزيد كم اربعين وهذاك ثمانين وغيره هي اشياء فعلا موجودة في المطار حين هذا المكان لازم تكون كونكريت مثلا خلو نسكر الانفورميشن زين اذا بتنزلون في شارع خدمات تذكروا ها شارع الخدمات هذا مش شارع يطير في الطيارات ها شارع ممكن تطلع من الطيار عسبك طير ما عندك مشكلة او طيارة تروح حق سيربس فهذا بيكون عادي وجوده في نص وين المطار بشكل طبيعي مكان ما تسيرون خاصة هذا يعتبر مطار صغير نسبيا بالنسبة للمطارات الدولية الحين الاتراكتف نس انا هني ابقى ازيده على اساس اقدر ازيد سعر التذكرة في كل الاحوال بس الفكرة انا ما بقى اقعد ازيد بس مجرد لاني قاعد ازيد لازم يكون شيء منطقي وشيء قابل انه خليه نقول يعدل من اقتصاد المطار طبعا هاي الاشياء تاخذك توس البترول انا مش مختنع من الصبح هيسة طالعة بحول اهني بحطي ثلاثة بحطي هني بعد واحد اذا كان عندي فلوس وين كان من البترول اين انت يا بترول يا بترول هذو اتينا افماني يبقى لستين الف البترول صح؟ هاي شو ايرلين لاوش اقدر اركبه عندي هنا صح؟ اه نظريا هي فعليا لا ما اقدر اركبه لان انا يا ابي العيد وتارس المكان اشياء فلا فعليا لا فالحين عند المطار في شي راح يستفيد من المطار شوفو الحين مش هذا عفوا عند المطار فيه هني اراضي هني ارض بترولية وهني ارض بترولية طبعا ما نقدر نشتري اراضي زيادة لكن ما عندنا هذا هو موجود لكن الفكرة نقدر نسوي صناعة بترولية كاملة واللي هو منطقية جدا بما عندها مقابل مطار وفعليا المنطقية هتكون هني صناعة بترولية ليش نقول المنطقة صناعية كلها تنشأ حق صناعة البترولية بس الدوار وهذا ما يساعد انها تكون صناعة بترولية بينما عندي هني منطقة جاهزة ومشبوكة بقطار الى خطار الشحن ممكن تستعمل قطار لكن المكان الاجمل هني يكون ريزورت وشبكهم بجزور بجزور طاخ طخ 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 بجسور ممكن نبدأ هني منطقة بترولية نسويها مثلا بترولية بحثة ونمذهب كارغو حق منه اللي هو كارغو القطار قطار كارغو هني هني عند القطارات ونشوفو لنا هذا في اشياء ديلا نزلت اا يا اخي قمة الروعة قمة الروعة نزل نخلي نحطي على ترين هبس مونوريل الى اخره ترين ما ما يعطي هنا اوبشن الحلو فخلنا نروح اقلترين هذا وننزل الكارغو العادي الكارغو العادي راح اسوي لدخلة بشكل ااااا طويل جدا يعني اترث مسارات ااا بيكون بعد حس مسارين وبتستوي خفصة فخلنا مسارين بالطريقة هادي نزل ونحطي لنا هاي بالطريقة هاي بالطريقة هاي نحط الصبر يا الله تبا ايه نزل الحين بنحطي ابدأ ترى صناعة او الصناعة تبا تشغل المدن مالي المدن مالي اوكي بس مش شغالة بالملايين انا الحين محتاج اطلع ملايين طبعا تطليع الملايين بيكون 99% الفيديو القادم ان شاء الله مش هالفيديو اخبركم خطط انطلع ملايين لان حاليا الوضع مش اوكي اني خلنا نقول شو هذا هني وهذا ايه طبعا مش موصول بالخط كيف مش موصول انت بتقول موصول صح لا القطارات اللي تي من برع عن طريق هذا المكان تدخل هني والقطار يا مدينة يدخل هنا بسقطار اذا بيطلع من هني لازم يطلع برع المدينة بعدين ياخذ رفع عودة بعدين يقدر يرجع مرة ثانية داخل ويروح ليش عساس الزحمة ما نبري قاعد نسوي زحمة الحين هذا الشارع كنتم بطلع لنا شوية حق المطار وما نباه بس الحين المطار خلصنا هني لازم نبدأ منطقة بترولية بس منطقة بترولية معتبرة البطار ما خلصنا على فكرة كأنه خلصنا ولكن بنرفع التراكشن ما لعقب حاليا ما نبا نرفع مش انه ما نبا نرفع لكن نبا نطلع ملايين ليش الموقفنا الحين في مشاريع نفس المطار الفلوس صح فلازم نحصل حل منه لمشكلة الفلوس هذي اهم شي شوف سبع تلاف وشي تكت انكم سبع تلاف وشي كان خمس تلاف وشي المطار مش انه ما يطلع لنا فلوس لكن نحن نقدر خلنا نقول نطلع فلوس اكثر من ورا المطار من ورا الكارغو اللي قاعد يستوي هني وراح يستوي في انتر كونكشن ستي سامحون اعاد على بطل الحلقة شوي تعبانين نشوفكم في الفيديو القادم للخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة